بين مشعل للحرائق ومن يسعى إلى إطفائها تتوزع أدوار القواتين الرئيسيتين في التحالف العربي على جغرافية اليمن المشتعلة بنار حرب ساهمت سياسات التحالف نفسه في إطالة أمدها وتعمق أثارها الكارثية على البلاد فها هو السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر يعلن عن توجيهات للملك سلمان وولي عهده قاضت بمنح اليمن مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار شهريا لتشغيل هذه المحطات على مدار الساعة السفير آل جابر أوضح في تغريدات له أن منحة المشتقات النفطية ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتعزز وتحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني بسبب ممارسات الميليشيا الحوثية الموالية لإيران على حد تعبيره منحة سارع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر إلى التعبير عن شكره وارتياحه حيالها وتأكيده أنها ستساهم في تخفيف معاناة اليمنيين وفي الطرف الآخر من مشهد الحرب في اليمن تقف أبوظبي وأدواتها في مواجهة محتدمة مع الحكومة مع الدعاءات بالتفاعل وبتبني المطالب الشعبية الداعي إلى تحسين الأوضاع المعيشية على خلفية التدهور المتسارع في أسعار العملة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية الإعلام الممول من أبوظبي متحد على تثوير ما يسميه الشارع الجنوب في مواجهة السلطة الشرعية والمطلب المعلن حتى الآن هو إقالة الحكومة وهو مطلب يتجدد مع كل ارتفاع في منسوب التوتر السياسي بين السلطة الشرعية والإمارات المراقبون ينظرون إلى المبادرة السعودية باهتمام كبير بالنظر إلى تأثيراتها على استقرار نسبي محتمل في الأوضاع المعيشية لكنهم حذروا من استمرار تدهور الأوضاع في ظل السياسات المتناقضة التي يتبنها التحالف حيال السلطة الشرعية والتي تتجلى في شكل عراقيل توضع أمام الحكومة وشملت هذه العراقيل التعطيل المتعمد لإجراءة تصدير النفط والغاز معظم الفتر الماضية والتأثير السلبي على نشاط البنك المركزي بعدا بما في ذلك حجز مليارات الريالات في ميناء عدن ومنع وصولها إلى المقر الرئيسي للبنك في فترات متفاوتة مضى على الرئيس هادي وحكومته أكثر من شهر ونصف العاصمة المؤقتة عدن وهي فترة عصيبة بالنظر إلى حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي وضعت أمامها دفعة واحدة ويتحمل وزرها والمسؤولية المباشرة عنها التحالف الذي يلقي بظله العسكري والأمنية الثقيل جدا في المناطق التي يقال إنها محررة ترجمة نانسي قنقر شكرا